عدت المخاوف لتخيمة من جديد على العالم من ارتفاع محتمل في أسعار الغذاء وخصوصا الحبوب والمواد الأولية الأخرى روسيا تقرر أنها ستقوم بتصدير المحاصيل للدول الصديقة فقط قرار قد يحرم عدد كبير من الدول من تلك المحاصيل بعد أن عرضت العمليات العسكرية الروسية الجارية في أوكرانيا ومع حقيقة أن روسيا وأوكرانيا تزودان العالم بثلث امدادات القمح والحبوب فإن الخطوة الروسية ستؤدي بالضرورة لارتفاع جديد في أسعار تلك المحاصيل ومع تسبب الصراع في أوكرانيا بارتفاع الأسعار أصلا بسبب أزمة النفط والطاقة يحبس العالم أنفسه تحسبا لأزمة في القمح والتي قد تزيد الضغوط على الدول الأكثر تضرورا وهي في معظمها في الشرق الأوسط وإفريقيا فما هي الحلول والبدائل وما الضغط الذي سيسببه القرار الروسي الجديد على الأسواق العالمية معنا الآن من القاهرة الخبير الاستراتيجي بالجمعية العمومية لمنظمة الفاو وخبير البورصات الغذاء والحبوب العالمية البروفيسور نادر نور الدين بروفيسور نور الدين مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار عندما نتحدث عن أن موسكو تتخذ قرار بعدم بيع هذه السلع إلا لدول صديقة بداية ما الأثر الذي قد يتركه مثل هذا الإعلان برأيك طبعا مساء الخير أخي مهنن أولا وحشن كتير كل عامة بخير طبعا هيؤثر كثيرا على وحضرتك بخير وكل السيد المستمعين هو بوتين خد قرارين اليوم أولا رفع أسعار القمح بنسبة 100% القمح الروسي وسانيا حرمان الدول التي تقف مع الغرب وتدين روسيا من تصدير القمح وهذا له خلفية غربية فقد اشتكت دولة الكويت في الأسبوع الماضي من أنها كانت دفعت 8 مركب للقمح و60 ألف طن قادم من الولايات المتحدة وتم تغيير مصاره في الطريق لاتجه إلى بعض دول الاتحاد الأوروبي وبالتالي هنا بدأ أن الشراء ليس فقط بالأموال من البرصات العالمية ولكن أصبح انتقائيا وبالتالي روسيا تبحث عن مؤيدين لغزوها لأوكرانيا وتحييد أوكرانيا وعدم انتمامها لحزب الناتو فقررت هذا القرار وهي تساهم ب34% من إجمال صادرات القمح العالمي هي وأوكرانيا و37% من الشعير ولكن الأخطر 73% من زيوت عباد الشمس السيزية الأكثر استخداما في العالم ولذلك هو الأكثر ارتفاعا بالإضافة إلى 17% من الدورة الصفرة للأعلاف اللي بتتحكم في أسعار الدواجن والبيض واللحوم وأيضا 20% من الغاز للعالم و40% من الغاز لأوروبا والغاز يستخدم في تصنيع الأسمدة أيضا روسيا بتصدر 15% من الأسمدة النيتروجينية للعالم ده الغذاء الرئيسي للقمح وغيره من الحبوب والغذاء وهو 17% من الأسمدة البوتسية إذن هي بتتحكم في ثلث صادرات الغذاء العالمي أكثر من ولايات المتحدة التي تتحكم في 28% فقط من صادرات الغذاء وأصبحت الآن بعد زيادة إنتاجها في العشر سنوات الأخيرة هي الأكثر تصديرا للقمح حتى من الولايات المتحدة ومن هنا السؤال بروفيسور نور الدين يعني قرارات من هذا النوع أو إجرات من هذا النوع في نهاية المطاف صحيح ستلحق ضرر على المشترين ولكن أيضا روسيا بحاجة إلى بيع هذه المحاصيل يعني بالنهاية لن تجلس هذه المحاصيل في صوامع في موسكو ولا في مناطق أخرى من روسيا هي بحاجة إلى إيجاد أسواق جديدة وتدبير بدائل عن الأسواق التي تعتبرها غير صديقة وبالتالي هل أيضا روسيا بشكل من الأشكال تتضرر ولو بشكل جانبي من مثل هذه القرارات شوف حضرتك القمح يختلف عن البترول يعني البترول ما نقدرش نطالب دول الأوبك بزالة إنتاجها من البترول فتستجيب مثلا المملكة العربية السعودية أو دولة الإمارات العربية أو قطر أو غيرها القمح عشان نعدل ونزود من المحصول يحتاج سنة للتخطيط لزراعته لأنه بيستمر ستة أشهر في الأرض وبالتالي هو سلعة استراتيجية روسيا أصبحت المصدر الأول للقمح للمنطقة العربية يعني مثلا لبنان بتعتمد بنسبة 100% على وردتها من القمح من روسيا مصر من تمدين لتسعين في المئة وكذلك تونس ليبيا المغرب جيبوتي السومال حتى الثور البترولية أصبحت كل منطقة الخليج أيضا تعتمد على استراد القمح لأنه في مستين أولا القمح الروسي أرخص من القمح الغربي بنسبة 10% ثانيا زمن الإبحار وصول القمح من روسيا إلى المنطقة العربية يستغرق من 7 إلى 10 أيام فقط ولكنه يستغرق 28 يوم للإستراد من الأرجنتين و24 يوم للإستراد من الولايات المتحدة وكندا إذن المسافة أقرب السعر أرخص والنوعية جيدة أيضا لا بأس بها في إنتاج القدز وغيرها وعشان كده هي وثقة من أنه مزالة مجموعة دول العربية لـ 22 دولة عربية هتعتمد على روسيا أغلب الدول بتاعة شرق أفريقيا تعتمد على روسيا أيضا العديد من دول إيران وتركيا والدول الكبرى المسندينوسيا من البرازيل بتعتمد أيضا على رخص القمح الروسي ولذلك هي تبحث عن تأييد علامي لحملاتها ضد أوكرانيا وتضمن أيضا أنه لن يقل بيعها للقمح لسبب ارتفاع أسعار القمح الأمريكي وبداية رفع الولايات المتحدة وإستراليا لارتفاعات مبالغ فيها لأسعار القمح وليس اعتمادا على البرصات العالمية فقط ولكن أيضا الولايات المتحدة رفعت سعرها بشدة إستراليا رفعت سعرها بشدة الأرجنتين الكندا الدول الكبرى المصدرة للقمح ومازالت أغلب دول الاتحاد الأوروبي باستثناء فرنسا ورومانيا وأوكرانيا يعني بقيت السبع وعشرين دولة الاتحاد الأوروبي بيستوردوا أغلبهم القمح من روسيا ألمانيا على سبيل المثال الأقرب دولة إلى روسيا بعد أوكرانيا وعدد من الدول إذن هي وثقة من أن تحكمها في أكثر من 33% من تصدير الغذاء العالمي لن يتأثر لأن الدول في حاجة إليها أكثر من هي في حاجة إلى هذه الدول المستوردة للغذاء طيب القرار كما يفهم منه يستهدف الدول غير الصديقة بين قوسين الدول التي لم تقف أو عارضت روسيا في هذه المغامرة العسكرية ولكن حتى الدول التي تعتبر صديقة لموسكو التي أيدتها وهي قليلة جدا أو على الأقل التي وقفت محيدة وهو عدد كبير من الدول هذه الدول أيضا تضررت من هذه القرارات الروسية يعني الدول التي تعتبرها موسكو حليفة لها أو ضروري أن تقف معها في هذا المعسكر أيضا وجدت نفسها متضاررة من هذه القرارات الروسية كيف يمكن التعامل مع هذا الموضوع تضررت مرتين أغلب المنطقة العربية كلها ل22 دولة عربية والعديد من دول جنوب شرق التي تستورد القمح الروسي تضررت أولا روسيا منذ ستة أشهر رفعت فرضة رسوم على صدراتها من القمح 25 يورو على كل طن وده مبلغ كبير في أسعار القمح العالمي ثم إذا كانت تبحث عن حلفاء فلماذا رفعت أسعار تصدير القمح 10% أعتقد أن هذا القرار لم يكن موفق لأن رفع تصدير القمح الروسي 10% وللدول الصديقة إذن هنا أنت لا تبحث عن تأييد أنت تبحث عن مكسب وربح وتحسين ميزانك التجاري ورصيدك من العملات الأجنبية وبالتالي كان هذا القرار في مبلغة من روسيا ومن الرئيس بوتين أنه إذا كنت تبحث عن حياد العديد من الدول أو عدم تأييدهم للغرب في حملتها والعقوبات التي تفرض عن روسيا فلماذا تفرض 10% رفعا في أسعار القمح الروسي هذا سيرفع أسعار القمح العالمي بعشرين في المائة رفع أسعار الشحن مثلا من المواند الروسية لأنها مناطق مخاطر ومنطية حروب رفع أيضا تأمين على السفن القديمة من روسيا بنسبة 50% وبالتالي كل هذه الدول دكتور نور الدين نعم كل هذه الدول التي وقفت على الحياد في هذه الأزمة متضررة إلى حد كبير يعني كما أشارت حضرتك إلى عدة عوامل رفع أسعار القمح رفع أسعار وتكلفة الشحن رفع تكلفة التأمين كل هذه الأمور بالنهاية يعني تترجم في سعر كيلو القمح في كل هذه الدول نحن على سبيل المثال في مصر ارتفعت أسعار المخبوزات كلها 50% رغم أن القمح العالمي ارتفع بنسبة 24% فقط في البرصات العالمية ولكن تكاليف للنولون الشحن البحري هو الذي ارتفع كثيرا بنسب تصل إلى 3 أضعاف أيضا الدول العربية أعتقد مجتمع يعني أخطأت في الارتماء في حضن محور واحد للتصدير وكان عليها التنوع ما بين مختلف مناشئ التصدير لاستراض احتياجاتها من الأغذية نعرف المنطقة العربية تستورد 65% من غذائها من العالم وهي الأكبر منطقة مستوردة للغذاء في العالم نتيجة لشح المياه وأيضا نقص الأراضي الزراعية وبالتالي كان ينبغي أن تحدث توازن في مختلف المناشئ أن نستورد من أستراليا من فرنسا من رومانيا من أوكرانيا من الماجر من كندا من الولايات المتحدة من الأرجنتين خلينا أسألك في الوقت المتمقي بروفيسور نور الدين لماذا لم يكن هناك مثل هذا التنوع في المصادر هل هي بسبب ربما كلفة الشحن ربما أوكرانيا لا أدري جغرافيا أقرب من أستراليا أو شيء من هذا القبيل أم لماذا كان هناك عدم تنويع في مصادر الحصول على هذه السلع باختصار كنا نتابع هذا التنمع حتى عام 2011 يعني من عشر سنوات مضى كنا نحدث اتزانا بحيث إذا خرج أي محور أو أي منشأ لتصدير الحبوب والزيوت والغزاء في العالم السلع الرئيسية التي تستوردها المنطقة العربية نجد المنشأ الآخر لا يرفع الأسعار علينا بحجة أننا كنا زبائل للقمح الروسي ولكن فجأة نتيجة لقرب المسافة ولرخص تمن القمح الروسي ثم وفرت الانتاج الروسي اللي كانت تضاعف في العشر سنوات الأخيرة وأصبح أعلى من الولايات المتحدة وقرب المسافة وبدأت الدول العربية تلهس وراء القمح الروسي والأوكراني زياد عباد الشمس زي ما قلت رحضاك 73% من الصدرات العالمية تخرج من روسيا وأوكرانيا والنسبة الأكبر من أوكرانيا ومنطقة نستورد 100% من زيوت الطعام من العالم ونستورد الرز ونستورد الدرة الصفرة الأعلاف والقمح والسكر ومختلف أنواع البقول الفول والعدس وغيره وبالتالي ينبغي هنا أن الدول العربية تعيد حساباتها هل نستمر في الشراء من البورسات العالمية ولا نزرع في بعض أراضي الدول الوفرة الزراعية ونستأجر أراضي نزرعها لحسابنا ونصدر منها الغذاء لنا كما بحثت جامعة الدول العربية هذا الأمر في كارسة الغذاء 2011 أم سنظل ننظر إلى تقلبات الغذاء العالمية التي خسرت المنطقة العربية واحد في المئة من نتيجة قوم من الجي دي بي في 2011 بسبب ارتفاع الأسعار إذن نحن نريد أن منطقة العربية وجمعة الدول العربية وكان هناك لقاء في العقبة قريب ما بين بعض قادة منطقة العربية تبحث مستقبل الأمن الغذاء العربي وهذه الأزمة جاءت لتركز الحديث عن هذا الموضوع موضوع الأمن الغذائي وكيفية التخطيط له في المستقبل الاتفادي مثل هذه السيناريوهات شكرا لك البروفيسور نادر نور الدين الخبير الاستراتيجي بالجماعية العمومية لمنظمة الفاو وخبير برصات الغذاء والحبوب العالمية شكرا جزيلا دكتور كان معنا من القاهرة شكرا